سلام الله عليكم متابعين في قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم مؤخر الأخبار أثبتت نتائج تحليل الحمض النووي أن طبيب هولندي متخصص في عمليات التخصيب هو الأب الفعلي لـ 49 طفل بعد أن لقح أمهاتهم بسائله المنوي أثناء تلقيهن العلاج دون موافقتهن وكشف تحليل الحمض النووي أن الطبيب الذي توفي منذ عامين خاصة بسائله المنوي أمهات هؤلاء الأطفال في عيادته الخاصة وقال أحد هؤلاء الأطفال أخيرا انتهى هذا الفصل والآن أعرف أن قرباط هو أبي مضيفا بعد 11 سنة من البحث أستطيع أن أواصل حياتي وأشعر بسعادة لأن كل شيء اتضح وقال مع المحامي الذي مسل 49 طفلا إنه سعيد بما توصل إليه من نتائج بعد سنوات من الشك والغموط وأضاف معنى ذلك أننا وصلنا أخيرا إلى حالة من الوضوح بالنسبة للأطفال الذين تطاوقت أحماضهم النووية ومثلت الدكتور المتهم أمام المحكمة للمرة الأولى في 2017 عندما رفع عدد من الأطفال الذين أنجبوا عن طريق التخصيب الصناعي من متبرعين وآبائهم دعاوة قضائية بعد أنمت لديهم شكوك بوجود صلة قرابة وتضمنت الدعوة القضائية طفلا قريب الشبه جدا بالدكتور وحصلت السلطات على عينات للحمض النوم من منزل الطبيب في إبريل 2017 بعد وفاته عن عمر يناهز 89 سنة وفي فبراير قضت المحكمة باستخدام الطبيب قربات سائله المنوي الشخصي في عيادته وكان الطبيب يسمي نفسه رائد مجال الخصوبة وأغلقت عيادة الطبيب الهولندي في 2009 بسبب مزاعم تزويره بيانات وتحليل وأوصاف متبرعين وأنه تجاوز العدد المسموح به للتخصيب من متبرع واحد وهو ستة أطفال وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم مؤخر الآبار المصرية والعالمية